تقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ، السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي والوفدة المرافقة لها. وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التغطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية. صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراد أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. وقد رحب السيد الرئيس بزيارة السيدة كريستالينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27، معرباً سيادته عن التقدير لإسهماتها في إطار الشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثل تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر، ونعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري، مؤكداً سيادته حرص الدولة على تكملة مسيرة الأصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص. أوضح المتحدث الرسمي أن سيدة كريستالينا أكدت على مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشاركة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الأصلاحات الاقتصادية بها، خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وما أظهره من قدرة على الصمود واستعاب التدعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة. مشيدة في هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التدعيات والتغيرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء أثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرية.